كيف فعلاً ممكن التفائل أن يقصر عمر الإنسان؟ يعني أنا توقعت العكس؟ شوفي فكرة التفائل أنه حالة للنظر للشيء اللي ممكن يصير في المستقبل يعني حنا قاعدين نتوقع المستقبليات أنها كيف ممكن تكون قاعدين نعطيها هذه الطاقة الحلوة أنه ممكن أنا أنجز ممكن أن أنتج ممكن الشيء اللي قاعد أنا أبنيه أنه يثمر أبنائي اللي أنا قاعدة أربيهم أنا بكون متفائل جداً أني بألقى النتيجة بكرة المشروع اللي قاعد أستثمر فيه الآن حاط في بالي أو متفائل أنه بكرة بينتج عليه استثمارات جيدة فلذلك فكرة التفائل كفكرة هي حالة مستقبلية لقراءة المستقبل لذلك أيضاً لو حنا من البداية قاعدين نحط لأنفسنا عقبات وتشاؤمات ومعيقات مش هننجز هنتعطل أصلاً لن نفكر بطريقة سليمة وصحيحة للمستقبل بنعطل الحاضر وسيتعطل المستقبل فقد يكون التفائل هو حيلة ذكية حيلة محمودة حيلة نفسية رائعة لمحاولة العيش بشكل صحيح هذه الفكرة يعني بمنظور آخر خلينا نتكلم أنه نطبطب عن نفسنا من جوة أوكي طبطب جميلة وإيجابية ولكن أيوة ولكن لنبتعد عن التفائل الغير منطقي والغير أقلالي التفائل السام بيقولوله دائماً أو خلنا نقول نأخذ مثال على التفائل الغير منطقي عشان بس الناس تفهم بشكل أوسع ما هو التفائل الغير منطقي واحد يوقف قدام نخلة أيوة نخلة لا تطلع على التمر لا تعطيك منقا هذا ما عليش هذا تفائل غير منطقي الواحد يقعد يقول لي أنا والله ابني أبغاه يطلع طبيب طب ابنك مستواه الدراسي جيد جيد يعني نقنن بالتفاول فنكون واقعيين نكون منطقيين نكون عقلانيين ثلاثة أشياء مهمة لازم تحكم نظرتنا للمستقبل علشان لا نرفع سقف توقعاتنا ونتفاجأ بالحقيقة هنا المصيبة بعض الناس يا أخي الكريم لما يجي يحط أهداف مستقبلية طموحات للمستقبل ويتفاجأ أنه ولا شيء منها تم صح لن يتم لأنك أنت مبالغ مبالغ جدا هذا إفراط في التفاؤل أوكي لن نذهب للتشاؤم كإفراط في التشاؤم أنه لا يمكن أن يكون شيء صح يجيك واحد يقول لك الغلاء أنا لا يمكن أجمع أنا لا يمكن أسوي أنا لا يمكن لا أوكي يعني منه كذا الحياة ليست يا أبيض يا أسود ترى الأبيض والأسود في الحياة يمثل لنا 10% 10% عندنا 80% في الوسط قاعدين نقدر نعيشها وفق الإمكانياتنا وفق القدراتنا وفق لمحدداتنا في الحياة يعني يجيك واحد راتبه برقم معين ويروح يستجلي في منطقة الأجرات فيها جدا مرتفعة ويقول ما قدرت أصلح الدخار أنا متشائم الحياة صعبة هذا سوء تخطيط الله عليك سوء تخطيط لا تأتي تسوي لي أشياء في حياتك تهدم لك أشياء ثانية وتأتي تقول الحياة سيئة الحياة ليست سيئة طريقة إدارتك للحياة هي اللي موب جيدة سوء التخطيط يجلب التشاعم